اشتركوا في القناة 22 كيلو متر في الساعة سرعة الرياح حاليا في بديلة الكويت 20 درجة مئوية أيضا درجة الحرارة والرطوبة النسبية 88% وتصل إلى 90% في بعض المناطق الرؤية الأفقية حتى الآن ممتازة أكثر من 12 كيلو متر أجواء غائمة لغائمة جزئيا وأمطار مستمرة على بعض المناطق بكميات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة حاليا وفرص الغزارة موجودة ويانة الهواء الكوس كحد أقصى في سرعة الليلة 60 كيلو متر في الساعة عبور الصحب مستمر ويانة لساعة 12 ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية أما خلال ساعات الصباح الأولى والفجر في درجات الحرارة راح تكون أقل من ذلك تتراوح ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية جواء باردة نسبيا ورطبة نسب الرطوبة تصل إلى 80% و90% وأعلى من ذلك الهواء الكوس راح يستمر نشط ويانة حتى نهاية اليوم ويوم الغد تدريجيا الهواء من كوس يقلب إلى شمال غربي وأيضا راح يكون نشط على فترات سرعة الرياح من 20 إلى 50 كيلو متر في ساعة دير بالكم البحر ممستقر هلأيام ارتفاع الأمواج يصل إلى 6 و 7 قدم مزعج هذا الأمر للحداقة درجات الحرارة منتصف نهار يوم الغد تتراوح ما بين 23 إلى 26 درجة مئوية عبور الصحب راح يستمر ويانة أيضا يوم الغد لكن فرص الأمطار تبدأ بالتراجع تدريجيا مع ساعات الصباح الأولى مع قلبة الهواء إلى شمال غربي وتكون هذه الفرص أحيانا رعدية على بعض المناطق تدريجيا تقل الأمطار وأيضا السحب راح تقل شوي وتكون أجوانا شوي غائمة جزئيا لكن عبور السحب راح يكون موجود ويانا خلال المساء سرعة الرياح راح تتراجع أيضا خلال المساء وأجواء أكثر استقرارا مساء يوم الغد مع رياح خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة مساء يوم الغد والأجواء شوي راح تكون باردة نسبيا البحر ما ننصحكم فيه هذه الفترات فترات الحمل وارتفاع الأمواج من 3 إلى 7 قدم نشاط الرياح يساهم في ارتفاع الأمواج المد الأول بذن الله الساعة 12 و 49 دقيقة الظهر والمد الثاني الساعة 11 و 47 دقيقة مساء والجزر الأول الساعة 6 و 46 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 6 و 12 دقيقة مساء لا تنزلون البحر باتر المواقع بذن الله أذان الفير الساعة 24 و 27 والشروق الساعة 5 و 46 والمغرب الساعة 6 و دقيقتين أما الطقس المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة عبور السحب راح يستمر ويانا لعدة أيام لكن فرص الأمطار راح تبدأ بالتراجع تدريجيا مع ساعة الصباح الأولى يوم الغد مع قلبة الهواء إلى شمال غربي وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تصل فيه العظمى إلى 28 وال29 درجة مئوية والإحساس قد يكون أعلى من ذلك باتر بذن الله كوسيا قلب إلى شمال غربي ونشط على فترات من 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة وتتراجع سرعة الرياح تدريجيا مساء يوم الغد وأجواء أكثر استقرارا مع تراجع سرعة الرياح مع عبور بسيط للسحب لكن فرص الأمطار خلال ساعات النهار الأولى تبدأ بالتراجع تدريجيا 24 العظمى والصغرة 19 درجة مئوية هواء شمال غربي راح يستمر ويانا نشط على فترات خلال النهار تقل سرعتها خلال المساء وتتراجع أكثر في يوم الثلاثة مع أسمة صافية 25 العظمى والصغرة 15 هواء خفيفة لمعتدل من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة أجواء معتدلة ويستمر ويانا الاعتدال ويميل الدفء بشكل ملحوظ في يوم الأربعة مع عبور للسحب 29 العظمى والصغرة 16 هواء شمال غربي من 6 إلى 26 يشد شوي الهواء في يوم الخميس ويكون من 12 إلى 44 شمالي إلى شمال غربي العظمى 28 والصغرة 17 درجة مئوية أجواء معتدلة تميل الدفء يومي الخميس والجمعة مع عبور للسحب أيضا يوم الجمعة 28 والصغرة 17 هواء شمال غربي خفيفة لمعتدل من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة أعزائي المشاهدين الهواء كوس اليوم ونشط على فترات فرص الأمطار ستستمر ويانا حتى ساعات الصباح الأولى فرص الغزارة موجودة الليلة على بعض المناطق محدودة على بعض المناطق كميات الأمطار متفاوتة من منطقة إلى أخرى ما بين خفيفة إلى متوسطة وتدريجيا يقلب الهواء إلى شمال غربي نهار يوم الغد وتتراجع فرص الأمطار ويعود الاعتدال تدريجيا بإذن الله يوم الغد نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الاستيديو لاستكمال النشرة اشتركوا في القناة